حول الموضوع ينضمن لنا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة اليمنية صنعاء مرسل أخبار لها الآن من هناك نبيل اليوسفي نبيل كيف تجل الأمور الآن في الشوارع اليمنية بعد إعلان الهدنة من قبل الشيخ صادق الأحمر نعم خديجة الآن هدوء في العاصمة اليمنية صنعاء وإن كان الجميع ما زال يصيطونه بالهدوء الحذر لعلى مستجدات قد تأتي قادمة ولكن بعد الوساطة التي يقعت بين الهكومة اليمنية وبين الشيخ صادق الأحمر هذا اليوم تعيش العاصمة صنعاء جو من الهدوء الذي يشبهه الهدوء التام الذي لم تتخله أي طلقة رصاص هذا في المقابل هذا اليوم احتشد الآلاف في الثورة الشبابية السلمية ما أطلقوا عليها الثورة السلمية هذا اليوم وشيعوا ثلاثين قتيلا منهم قتلى الذين سقطوا مواجهات التي دارت بين أنصار الشيخ صادق الأحمر بالإضافة إلى الحكومة اليمنية كذلك في الجمعة الأخرى هناك لم يحضر الرئيس اليمني وهذا شكل كما يقول لشباب التغيير لقناة الآن بأنه شكل حافظ لهم على أنهم لم يستطيعوا أن يحشدوا أنصارهم في الساحة أو في ميدان السبعين هذا في المقابل هناك طائرة قصفت في نهم التي تقف باتجاه مألد وهناك أخبار عن سقوط طائرتين مروحيتين وأحد المشائخ يقول بأنه تم التحفظ على إثنين من الطيارين وهناك طيار ثالث يتلقى العلاج كما أنهم تم الاستلاع على طائرة تارثة هذا الأخبار بالنسبة للعاصمة اليمنية في محافظة أبيان وفي الجنوب حصل هذا اليوم اشتباكات هناك قصف استهدف القصر الجمهوري وإن كان هذا القصف كان بمثابة خطأ القصر الجمهوري بشكل أشوائي وتم تبالد في مديرية خمطة الاستلاع القاعدة على أحد البنوك وعلى بعض المعسكرات في محافظات أبيان طيب نبيل بالنسبة للشارع اليمني كيف ينظر الآن إلى ما يجري سواء النظام أو القبائل أو المعارضة باختصار نبيل هو الآن ما زالت تقوير فيه يرعى الاقتبار أن اليمن عبارة عن برمين بارود يمكن أن يمتجح وصنوا أنه شعب مسلح لذلك في الوقت الذي ساد الهدوء العاصمة اليمنية بعد الهدن بين الشيخ صادق الأحمر والحكومة اليمنية بدأ الطيران يقصد على القبائل التي خارجتها ومن هنا بدأ التخوف يسار من جديد لعل حربا تستدور ما بين القبائل وما بين الحكومة اليمنية نعم نبيل اليوسفي مرسل أخباري الآن حدثنا مباشرة عبر الهاتف من اليمن شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات